نحن إذا أردنا أن نفلح كأمة علينا بأمرين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة من غير هاتين أظن شرراً ولا تسعى عن الخبر نحن نستطيع أن أنا أستطيع بالجهلي وبحدود معلوماتي الضيقة أقول نحن الآن كمسلمين يطلق علينا المؤلفة قلوبه بس ده أقصى ما نستطيع الحصول عليه من لقب ده إذا حن علينا أحد يعني لقد أكلتنا حشرات الأرض لماذا؟ لأن نحن تركنا هذا المنهج الكبير منهج توحيد عجيب الألوهية لله الوحدنية لله العبودية لله الانحناء لله الركوع لله السجود لله الولاء لله إذن هذا هو المعلم الأول من معلم حضارة المسلمين المعلم الثاني ليس هناك كتاب سماوي يعاتب الذي أنزل عليه في رجل أعمى قطب النبي وجهه فيه بس ما فيش كتاب لقبل ولا بعد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وانحاز قليلا إلى هؤلاء الأثرياء طمعا منه أن يدخلوا في الإسلام ليس لطمعا في أموالهم لأنه لا يحتاج إلى المال ولا طمعا في غناهم ولا وضعهم لاجتماعي كان يطمع في دخولهم والإيمان حتى أنه أوقف ملك الجبال يا ملك الجبال إذا تفعل عسى رب العبادة أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله أو يوحد الله سبحانه تعالى كتاب فيه أو حضارة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تجدها في أي حضارة مطلقة لا تجدها في حضارة في العالم قامت على ركيزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمتهم وخرجت للناس أنا أقول هذا لنفخر بديننا ونفخر بوحدانية الله ونفخر بعباداتنا لله ونستعيد أنجاد أجدادنا على نفس الخط الذي سار عليه لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها صلح أولها على الكتاب والسنة ولن يصلح آخرها إلا على الكتاب والسنة وقال عمر قولته يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس كنا أذلاء نقاتل بعض ونرتكب الفوانج نشرب الخمر وإلى آخره فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله هذا هو الوضع وصف عمر العبقري وضعنا إلقاء السابق واللاحق والمستقبل كنا أذلاء عزنا الله بالإسلام وهذا كلام ليس لمجموع الأمة لك أنت ولي أنا لي أنا قبل أن يكون لك أنت ولك أنت قبل أن يكون لمن خارج المسجد ولكم أنتم قبل أن يسمعه الآخرون أو يحللوه